لم يكن السفر وتحمله عناء قطع مسافات طويلة للوصول إلى محافظة المهرة عائقاً أمامه فقد قطع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أكثر من أربعمائة وتمانين كيلو متراً وبمعدل أكثر من سبع ساعات متواصلة منذ انطلاقه فجر يوم السبت من مدينة المكلة عاصمة حضر موت للوصول إلى مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة شرقي البلاد إذ أن هذه الزيارة جاءت بتوجهات كريمة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للإطلاع على أوضاع محافظة المهرة والصعوبات التي تواجهها والنجاحات الأخيرة التي تحققت لها في مختلف القطاعات حيث كان في استقبال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي البحسني محافظ المهرة محمد علي ياسر والأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكلام محافظة المهرة الأول العميد مختار الجعفري ولشؤون الإعلام والعلاقات العامة محمد رعفيت ولشؤون الشباب بدر الكلشات وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة المهرة الذين رحبوا بزيارة النائب البحسني لمحافظة المهرة مؤكدين أن هذه الزيارة تحمل دلالات على اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بالمحافظات لتفقد الأوضاع فيها بما يحسن من مستوى الآداء وتحقيق تطلعات الشعب وفي لقائه الرسمي الأول عقب وصوله الذي جمع قيادتي السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظتي المهرة وحضرموت أكد النائب البحسني أن القيادة السياسية الجديدة وضعت خططا للارتقاء بمستوى الأمن والاستقرار وتحسين آداء السلطات المحلية بالمحافظات المحررة وكذا مستوى الخدمات فيها وخلق شراكات بين المحافظات المتجاورة في تبادل الخبرات بسمكم جميعا أن نرحب في سعادة نائب الرئيس اللواء أركان حرب فراج البحسني محافظة ومحافظة حضرموت قايد المنطقة العسكرية الثانية والوافد المرافق له نحن سعيدين جدا في هذه المحافظة بهذه الزيارة طبعا تأتي في إطار تكليف من مجلس الرئاسي القيادة لتفقد أحوال المحافظات وتفقد الاحتياجات والمطالب التي تسعى لها كل المحافظة سواء كان في جانب المشاريع أو في جانب الآمن والعسكر والجيش أو في أي جانب من جوال بالعمل الحكومي اليومي فنرحب بسعادة اللواء والأخوة الآخرين ونقول أن هذه المحافظة محافظة المهرة محافظة واعدة ومحافظة لا زالت فيها مقومات الدولة إلى حد الماء رغم الظروف الكبيرة التي تمر بها البلاد وكذلك يعني للسعاد أيضا بأن يكون إلى جوارنا أخوة عزاء في محافظة حضرموت والأخ فراج طبعا خير ومنمثلنا في المجلس الرئاسي إلى جانب الأخوة الأعضاء الآخرين الذي بدون شك ورئيس المجلس الرئاسي نحن في الحقيقة نشكر سيدة النايب على حضوره وتشمع عنها استفار لتفقد هذه المحافظة ونعتبر أن هذه بداية الغيث إن شاء الله وسوف نرفع إلى سيادته والأخوة في المجلس الرئاسي قيادة المجلس الرئاسي بهمومنا اللي هي كثير في الجوانب الخدمية بذات الكهرباء طرقات المياه كذلك الأخوة في القوات المسلحة والأمن فيما يخص المرتبات فيما يخص الغذاءات فيما يخص هؤلاء الرجال بالذات الأخوة العسكريين يشتغلوا في ظروف صعبة وأنا أشاهد أمام الله لهم يعيشوا في يعني في في أبسط الأمور ولكن شغالين ويؤدوا واجبهم على أكمل وجه وفي حدود أمكانياتهم المتاحة وزيادة شوية وطبعا الأخ قائد المنطقة بصرحة قائد عسكري لهم أكيد بيتبنى الكثير من القضايا إلى جانب الصفوف اللي أهزها الأخ الأمير العام من مشاريع تخص هذه المحافظة واستكمال بعضها والمديونيات وقصة طبعا الديزل ومشتقات النفطية وغيرها 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 هذا بخصار شديد في البداية أسمحوني أن أتقدم بالتحيات والتهاني والتبركات حملني إياها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وعضاء المجلس إلى أبناء المهرة وللقيادة في المهرة وأنا أتقدم أيضا بالتهاني من أسبة العيد عيدة لضحى المبارك نيابة عنهم ونيابة عن السلطة المحلية في محافظة حضر موت إلى أخواننا في المهرة إلى السلطة المحلية إلى الأجزاء العسكرية والأمنية وإلى المواطنين في محافظة المهرة كما أشكر في البداية قيادة السلطة المحلية قيادة العسكرية والأمنية وكافة المسؤولين في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا على أحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وهذا يعبر إنما يعبر عن شيء وهي القيمة التي تتبتع بها هذه الرقعة من الوطن المهرة عزيزة على قلوبنا والمهرة قريبة إلينا والمهرة هم حضر موت همها وهم حضر موت تحت هذا المبدأ سنعمل إن شاء الله خلال الفترة القادمة الشيء الثاني الذي الناس تريد أن تعرف عنه بوضوح يعني وهو نظرة القيادة السياسية الجديدة المنتمثلة في المجلس القيادي الرئاسي إلى الأوضاع في المحافظات المحرة ونظرتها أيضا إلى الأوضاع في المحافظات الغير محرة فلنبدأ أولا عشان تكون المسائلة هذه وضع في المحافظات المحرة ما هو الهدف وما هي المهام التي ترحها المجلس القيادي أمامه تجاه هذه المحافظات النحو التالي أولاً الارتقاء برفع مستوى الأمن والاستقرار في هذا المحافظ كمهمة أولية الأمن أولاً أن الأمن هو مفتاح لاي نجاحات في أي قطاع ثاني ولذلك فإن القيادة ستركز على الأجزاء الأمنية وسبعاً تشكيل لجنة عسكرية والأجزاء الأمنية بهدف تقييم عمل الأجزاء العسكرية وبالتالي الوقوف أمام تطويرها في المستقبل وهذا أمر عملي أول مرة يحدث الشيء الثاني وهي الارتقاء بالعمل في هذه المحافظات الخدمات للمواطنين كهرباء مياه أي خدمات أخرى تربية وتعليم وصحة من أوليات وأهداف القيادة السياسية الجديدة ثالثاً تبادل الخبرات لقد حققت خلال هذه الفترة بعض المحافظات نجاحات كبيرة ونجاحات مميزة في ظروف قاسية وظروف زيداً صعبة على سبيل المثال محافظة المهرة كنت تسمعوني بعض حيانا في خطابات يقول حضره نموذيج في الآمن حضره نموذيج صحيح لكن المهرة أيضاً نموذيج بعدة جوانب في الآمن أيضاً نموذيج المهرة مستوى العمل المهرة جيد وممتاز بعض حيانا هذا يجبني سجله مقارنتين مع بعض المحافظات الأخرى مستوى التنمية ومستوى البنية التحتية في المهرة شيء رائع جدا رغم كل الظروف رغم كل الصعوبات ولذلك أنا بقول دائما أن هذه الظروف الصعبة خلقت تنافس وخلقت تجربة جديدة للناس بأن يستفيدوا منها أن أرادوا يستفيدوا وأن أرادوا يعقلوا خلقت الظروف أولا كنا نروح إلى صنع أبسط الأمر تبغى على حق مدرس أو حق آدمي لازم تراجع إلى الصنع وقبله كان لازم تراجع إلى عدن اليوم الظروف الحارب تصرفوا الناس والظروف فرضت عليه أن يتصرفوا المحافظين المدرأ العموم بصورة ذاتية يحلوا مشاكلهم بنفسهم نريد أن نطور هذه التجربة كي تكون تجربة قانونية دستورية في المستقبل العودة للنظام السابق مستحيل الناس عرفوا ما يسئل النظام السابق والمواطنين عرفوا والقادة السياسية عرفوا واللي ما عرف على تفاتة القطر فهذه الأمور كلها يجب أن تأخذ بعي الاعتبار تطوير السلطة وتطوير العمل في المحافظات وإعطاء المحافظات استقلالية في أمور كثيرة واسعة فرضت الظروف الحرب ويجب أن يثبت بقانون بعد انتهى هذه العرب تقدم تشاطرنا في هذا الرأي وعلى هذا المبدأ نحن عندنا في حضر موت على سبيل المثال مشاريع كثير اتخذنا جرات فيها على مستوى محلي ونجحت مبدأ المناورة بالمال برضو كان عنصر مهم جدا خلال هذه الفترة مشروع متعثر باقي إلا واحد مليون ولا ثلاثين مليون كان هو المسقدر تشيله ولا فلس من بند ثاني اليوم نقدر نحوله من بند آخر إلى هذا البند وبالتالي ننجز هذا المشروع اللي قد تخسرنا على ثلاثين خمسة وعشرين مليون دولار مباني يعني قيمتها كبيرة توقفها عن بضعة ملايين هذه الأمور يجب أنها تدرس ويجب أن تستفيد تقدم فيها يعني دراسات إلى المستقبل فيما يخص المحافظات الغير محرة أكد الرئيس في كلمة لا يمكن كنتم تابعين لها في بداية قيام هذا المجلس على أن هذا المجلس ليس مجلس حرب زي ما قال الحسين هذا مجلس سلم بيمد يد للسلم لكن إذا المسألة فيها تعنت وكبرية بيضطر المجلس أنه يخوض هذه الحرب دفاع على الأرض المستباحة من قبل الحسين ولذلك فإن العمل من قبل المقاومة والعمل من قبل الوطنيين العمل من قبل الخلايا اللي موجودة داخل محافظات الغير محرة سيتحرك وسيحدث تغيير واضح بإذن الله لماذا؟ لأن السلطة وضعت أمام نصب عينها هدف من الأهدف التي هي يجب أن تنهض بها وعلى الأخوة في المحافظات الغير محركة أن يحركوا ملفاتهم بأنفسهم فإن تضروا محافظة ثانية يجيب أن تحرك أمورها وحرك ملفاتك بنفسك ناس تساعدك الهدف من الزيارة الحالية لمحافظة المارة وبناء على توجيه من فخامة الرئيس قمنا بهذه الزيارة الهدف من هذه الزيارة هو تلمس أوضاع المحافظة كل وقوف عن كثب على مستوى الصعوبات التي تواجهونها خاصة لجهة العسكرية والجهة الأمنية وفي البداية يسمحون أن يتقدم بالتحية الحارة وغدا أنسى أزور بعض المواقع العسكرية والأمنية القادة العسكرية والأمنين في هذه المحافظة الذين حافظوا على سلاحهم تلكاتهم وحافظوا على جهازيتهم وحافظوا هم شيء على علاقتهم مع السلطة المحلية لم تحدث أي مشاكل نزاعات في المهارة هذا شيء إيجابي برضه واليوم تقع أمامكم مهمة مهمة كبيرة جداً مهمة وطنية جداً أن تساعدوا السلطة المحلية في ضبط بعض الأمور من وقت الآخر يشار إلى المهارة على أنها مصدر للتهريب وطريق للتهريب وطريق للتهريب وطريق للتهريب للأسلحة إلى الحوثيين وطريق للتهريب المخدرات لا يوجد كل الكلام هذا مية في المية صحة لكن في المقابل يرفع الجهزي يجعل الناس الذين يقولوا هذا الكلام يشعروا أن هناك جزاء أمنية هنا محترمة تحترم حرمة حدود البلد ونحن نتعاون مع بعض عندي قيادة هنا فيها قول هذا الوث فيها مثلين عن الجيش مثلين عن الأمن مثلين عن أقرب مديرية ملاصقة لكم دير عام ديرية الرئيسة وصعر فرضا حبينا نجيب معنا عشان يستمعوا ويستفيدوا وأنتم تستفيدوا من خبرتهم ولذلك أنا بقول إن المهارة وحضرة موت ممكن أن تخلق ثنائي فريد ثنائي فريد في كل النواحي الأمنية الأقتصادية الأجتماعية العسكرية والآخر هذا الثنائي مبنية على الاحترام مبنية على الود مبنية على الأخوة أنتم شفتوا لما كانت عندكم الكارثة الأخيرة حق اللهم فيضنات والله ما جاءهم نوم أخوانكم في المكلة وحبوا كهوافل كبيرة خبروا في المياه من جامعة كبيرة وصلوا لهنا وفي الكاربا مساعدوكم وجاء الناس من كل صوبا وحد بمساعدة المهارة ليه أنها غالية علينا المهارة غالية وعزيزة كمان فلذلك أنا بقول إنه متى ما سار هناك ود واحترام ترتقي هذه العلاقات إلى الأعلى وإلى الأعلى في ناس تشتغلوا على التخريب فلا تستمعوا إليهم في ناس تشتغلوا على التخريب في حضر موت في ناس تشتغلوا مهارة والمحافظات كلها كالربي منحكم بهذا الرجل الحكيم في هذه الظروف الصعبة أشكرا والله صحيح بأمانة هذا الرجل شوفوه ثروة وما بتعرفوها إلا متى ما تصايحته قلتوا ما بغيناه في حاجة أقوى من كل سلاح حاجة هو التلاحم التلاحم هذا وبتجارب يعني مش بكلام كده التلاحم التراس الناس حول قيادتهم المجتمع قوة عظيمة جدا ولا يمكن حتى لو كانت الأمكانيات متوفرة ولا من موجود لكن بدون أن يكونوا الناس ملتمين حول قيادتهم ويؤمنوا في هذه القيادة يعطوها الثقة لن ينجحوا من المهم جدا في هذه المرحلة التعاون في مسألة الحرب على الارهاب كل العالم يعطيها هذا المسألة مهمة جدا ناصة الارهابية تسكت ولكن لا تتنازل عن أهداف لفترة تحدي بعد فترة تعمل لك مشكلة أو أنت فكرت أنت الدنيا كلها سلام وإمان انتبهوا من هذا الارتخاء عجزة العمنية كياتة سطر بحلية انتبهوا من الارتخاء الزايد لكم انتبعين الاستخبارات بهمة الأمن والاستخبارات والأمن القومي والأمن السياسي عيون القيادة عيون المحافظة ما لم تكون الأمستوى عالي من اليقظة يبقى أن المحافظة ممكن أن تكون عندها حوادثة لكن أنا متأكد أن في طباط هنا عندهم خبرة طويلة وعندهم تراكمات تجعلهم يحسون بقدر هذه المهمة ما دام نحن محافظتين جارتين فلابد من تعزيز التعاون في كافة الجوانب جوانب مجال التنمية مجال تطوير الاستثمار مجالات أخرى ما معناته هذا؟ معناته إذا مستثمر جاء في حضر موت وبنى مشروع نروج للمهراء رأي أخي أعمل مشروع هذا في المهراء كمان إذا مستثمر جاء في المهراء أعمل مشروع وشفتوا تبقى مناي نقول نفس البيئة موجودة هذا الموت أعمل لحسن لا يجب أن يحظى باحترام غير عادي نحن نروح ندور على الأهم نظر لما جلنا وهو الأخ محمد علي ما شاء الله يعرف هذا وهو سعي حديث هذا الجانب مرة أخرى بعبر عن ارتياحي بصراحة لما شهدته أنا أعرف المهراء منذ ثمانين آخر مرة جيت جينا السبعة ذكر آخر مرة في ثمانين أعرف الغيظة هنا ما كانت وإيش اليوم فيها شوارع مثل أي محافظة آخر سفلت موجود إضاءة موجودة شوارع واسع فيها مباني فيها هذا المسات والهيات والمحلات لنقعد فيه كنا نقعد فيه خيام هنا وفي بيوت يعني متواضعة جدا هذا اليوم ما شاء الله يمكن هذا القاعدة من أفضل قاعدة يمكن في المكلمة فيه زي هذا بيقول بصراحة لأن القاعدة دمرت كل شيء الآن من جديد رجال وهذا ما يدع مجال للشك بأن التنمية في هذه المنطقة أنا بيقول لكم بصراحة هذا ما لمست من مسؤولين أوروبيين مسؤولين أمريكيين مسؤولين عرب هذه المنطقة خاصة شب وحضرم وتلمار كادمة على استثمارات نفطية وغازية كبيرة والحليم تكفي لشارة كني بعيد وبكر كادمة على استثمارات نفطية وغازية كبيرة وغازية هذا لن يتم إلا متى تبتنا أم النموذجي هنا حد شركة بتجيب وتحت مليارات وتحت مليان دولارات بكرة بعد يجي واحد قابلي ولا جي واحد مخرب يفجير ولا شي لا أرجو تعطو هذا الموضوع جل اهتمامكم تهيئوا ظروفكم لقيام بمحمد الحفاظ على هذه الشركة لماذا هذا يتبو يتم سريع على علمكم هذا يتم سريع لأنكم عارفين الوضع الآن الوضع الدولي يفرض ذلك طاقة نفسها كسلاح طاقة للناس كلهم بحاجة إليها أعيد وأكرر أيضا وأقول ما يهم المهرة هو يهم حضر موت وما يهم حضر موت هو يهم المهرة نحن متوقعين زيارة للفخام ترئيس متوقعين زيارة للعضاء المجلس القيادي كله إلى هذه المحافظات المحرة قريبا إن شاء الله عزوا علاقاتكم مع قائد قوات التحالف في المملكة العربية السعودية المتواجدة لكم هنا وتصدوا لكل دعايات وتصدوا لكل مغرضين هنا لو من التحالف فلولا التحالف لما اجتبعنا ولا التحالف لما تمينا ولا التحالف لما تحررنا هذا أمر يجب أن يثبت ويجب أن يقتنعنا به الجميع لأن كل شي يضع علينا وضعت علينا السيادة وضعت علينا أن الأجزاء الأمنية والعسكرية لكن أخوتنا هبو عاصفة الحزم والدعم الغير محدود في القطاع الأمنية والعسكرية وذي الحين بدأ الدعم الاقتصادي برنامج العمار السعودي ما تقدم دولة الإمارات العربية والمتحدة شيء كبير وكبير جدا فهنية للمهرة هذا الدعم الذي يقدم التحالف نجيب الحفاظ على علاقة طيبة المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين والخبراء الذين يعملون لديكم من قبل قيادة قوات التحالف أتمنى الجميع التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا استمع النائب البحسني من الأمين العام لمحلي المهرة ووكلاء المحافظة إلى أبرز احتياجات المحافظة من المشاريع والصعوبات التي تواجه سير آداء العمل فيها وتأكيدهم للحفاظ على العلاقات الحميمة بين المهرة وحضرموت تقديرا لما قدمه أبناء حضرموت من مواقف أخوية صادقة مع إخوانهم في المهرة القطاعات العسكرية والأمنية أيضا كان لها نصيب من الزيارات إذ تفقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني قيادة الشرطة العسكرية فرع المهرة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية واطلع على جاهزية القيادة واستعدادها لتنفيذ المهام العسكرية وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار الجعفري وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية بمحافظة حضرموت القيادة البحسني كلمة توجيهية لقيادة وضباط وصف وأفراد الشرطة العسكرية عبر فيها عن تقديره العالي لقيادة الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة التي عكست مظهرا لائقا وجاهزية واستعداد وروحا معنوية عالية اللواء الركن فارج بن سالمين البحسني نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الأخو الوكيل مختار بن عويض الإخوة الضباط والجنود والصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الواجب على الجميع أن يظل متمسكا بالثوابت الوطنية وذلك لما في التمسك بها من تحقيق للأمن والأمان والسكينة والاستقرار فنحن في ربوع هذا الوطن الغالي على قلوبنا هذا الوطن الجريح والمكلوم والمثخن بجراحات عميقة بسبب تسلط المليشيات الحوثية الرافضية لراعي إيران في المنطقة فالواجب على القادة والواجب على الجنود أن يتحلوا بالأمانة والصدق وأن يتقوا الله عز وجل في المسؤولية الملقاة على عواتقهم يجب أن نحافظ على هذا البلد الحبيب على بلد الإيمان على بلد الحكمة على بلد الفقه اليماني هذه البلاد المعطاءة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يتفاخر بها ويفاخر بها أصحابه الكرام مصابيح الهدى وقناديل الدجا فيقول لهم أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئده وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية وقال صلى الله عليه وعلى الله وسلم في حديث ابن عمر اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا هذه البلاد أمنها واستقرارها يجب أن يكون في حدقات أعيننا لا نبيع هذا الوطن الغالي وإن أكلنا التراب يجب علينا أن نتهيأ وأن نعد أنفسنا لكل المخاطر التي تحيط بنا من كل جانب إننا نشكر الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي وكذلك حكومته على كل ما يقومون به من جهود عظيمة في سبيل إعادة مؤسسات الدولة التي سعد المليشيات الإنقلابية إلى الإنقضاض عليها وإلى تدميرها وإلى إفراغها إن هذه البلاد ستظل بلاد إسلام وتوحيد وسنة لا مكان لسبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في هذه البلد إن هذه المليشيات السلالية العنصرية التي لا تتماشى ولا تتعايش مع أحد ها هي تحشد الحشود وها هي تعلم صغار أهل اليمن بعض العقائد الرافضية الفاسدة ولهذا يجب على قادة اليمن أن يتقوا الله عز وجل في الأمانة التي تحملوها إنها مسؤولية عظيمة إن التاريخ سيسجل لكم أيها الجنود الأبطال أيها الجنود الأشاوس أيها الجنود الذين تحمون الأعراض والأنفس يجب عليكم أن تحموا هذه البلاد يجب عليكم أن تتآلفوا يجب عليكم أن تطيعوا من ولاه الله جل وعلا أمركم فلا خداع ولا خيانة ولا بيع للذمم كفان ما مضى كفان ما مضى من فساد وإفساد حتى صلت الله عز وجل علينا هذه المليشيات الكهنوتية فلولا فضل الله عز وجل ثم مساندة إخواننا في التحالف العربي الشقيق بقيادة مملكة العزم والحزم ودولة الإمارات العربية الشقيقة لابتلع هذا الرافض بلاد الحكمة اليمانية فهو يعد العدة لكي يقتحم بلاد مأرب مأرب الصمود مأرب الإباء مأرب الجمهورية وهكذا يحشد في بعض الجبهات كونوا قرة عين للبلاد والعباد ونحن نتشرف بزيارتكم في صباح هذا اليوم برفقة قائدنا المغوار اللواء الركن فرق بن سالمين البحسني حفظه الله تعالى شكر الله له سعيه ومجيئه لإخوانه في بلاد المهرة مهرة قضاعة مهرة التاريخ هذه البلاد التي فتحت صدرها ونحرها لاستقبال اليمنيين من كل مكان هذه البلاد التي يغلب على أهلها الطيب والوفاء وقد ذكرها العلامة الحضرمي العلامة عبد الرحمن ابن عبيد الله السقاف في إدام القوت في تاريخ حضرمون قال إن بلاد المهرة إن بلاد المهرة بلاد الوفاء وبلاد الفزع والنخوة وكان حكامها لا يجبون الضرائب على من مر من قطاع السبيل وعلى من مر على ديارهم وعلى بيوتهم فحافظوا يا أهل المهرة حافظوا على هذه النعمة حافظوا على هذا الخير حافظوا على هذا الاستقرار وإياكم أن تسمعوا للإشاعات والإذاعات والوشايات وإياكم أن تسمعوا لمن يريد أن يحرضكم على أمن واستقرار هذه البلاد أو الانقلاب على الشرعية الدستورية في هذه الجمهورية اليمنية سيعود لليمن عزها ومجدها وتاريخها العريق إنها بلاد الحكمة اليمنية نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح أوضاعنا وأحوالنا وأن يوفق قادتنا العسكريين والسياسيين والأمنيين لما فيه صلاح البلاد والعباد نسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا الخير في ربوع بلادنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا الأخ وكيل محافظة المهرة الأخوة الوكلاء الشيخ صالح الشرفي مستشار محافظة حضر موت خطيب وإمام مسجد عمر بالمكلة الأخوة القادة العسكريون والأمنيون الأخوة الحاضرون جميعا الأخوة رجال الشرطة العسكرية في محافظة المهرة أحييكم وأنقول إليكم تحيات وتهاني محافظة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأظهر المبارك إنما يشرفنا هذا اليوم هو تواجد هذه القوة وبهذا المظهر وبهذه الجاهزية وبهذا الاستعداد بهذا الموقع الذي يمثل بالنسبة لنا موقع من أهم الموقع الحدودية بالنسبة للوطن شرطة العسكرية دائما كانت في جميع المراحل صماما لانضل انضباط صماما لتسهير الأمور العسكرية صماما الاشتراف على تنقل الوحدات وتموضعها في مواقع عسكرية جديدة بشكل يؤمن لها ذلك وهذه المهمة اليوم تتضاعف وتضاعف لها مهام أمنية أشبه بمهام الشرطة المدنية وأنتم كفوا وأنتم على قد المسؤولية لهذه المهام أيها الأخوة الجنود أيها الأخوة الضباط والصفة الضباط حاضرون جميعا إن بناء المؤسسات وبناء الدولة لن يتم إلا بسواعد أهلها وفي المقام الأول بناء المؤسسات العسكرية والأمنية اليوم يصرني جدا أن النظرية التي طبقناها في حضر موت أيضا تطبق هنا وهو الاهتمام بالجندي في ملبسه في مسكره في غداءه والآخر فاليوم أجد مباني حديثة وحديثة جدا لسكن الأفراد هذا شيء جميل جدا لم يعد اليوم هنا أمامي جندي يسكن في خيمة ونحن اطرحنا هذا الشعار في محافظة حضر موت والحمد لله توفقنا وصلنا إلى نجاح كبير فيه واليوم نرى أيضا يتحقق تدريجيا في هذا المحور بالنسبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية الشيء الآخر التحام القوة العسكرية في هذه الظروف وتواجدكم على أرض الواقع إلى جانب السلطة المحلية أمر مهم جدا فالسلطة المحلية في محافظة المهرة تقود هذه المحافظة باقتدار وبحكمة وكل ذلك بفضل الجهود وبفضل التنسيق وبفضل الدعم الذي تقدم السلطة المحلية للأجهد العسكرية والأمنية تعرفون الظروف نعرف جيدا أن هناك صعوبة في الأكل صعوبة في الأمدادات صعوبة في المنبس وكثير من الأمور الهامة قامت بتغطيتها السلطة المحلية على نفقتها والبارح وفي حديث مع القيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين والأمنيين تطرقنا إلى ذلك رغم كل الصعوبات أن المحافظة بدأت استعدادة لدعم القوة العسكرية في جانب الغدام اليوم أمامنا مهام جديدة تثبيت العمل والاستقرار لكي تبدو التنمية لكي يبدأ الاستثمار هذه المحافظة اليوم تضعف عدد سكانها تضعف عدد القادمين إليها بفضل الأمن والاستقرار فيها ولذلك فإن هذه الأمور تضغط على الخدمات كهربا مياه سكن تعليم والآخر نقدر ذلك وسنرفع كل الصعوبات التي تواجهها السلطة المحلية وأيضا الصعوبات التي تواجهها الأجهزة العسكرية والأمنية إلى فحامة الرئيس إلى بزير الدفاع إلى كل المعنيين وبحكم قاية لكم قاية للمنطقة العسكرية الثانية سأبذل قصار جهدي في سبيل تذليل الكثير من هذه الصعوبات الحفاظ على روحكم المعنوية الإيمان بأن الوطن فوق كله قالي وأغلم كل شيء وأنتم استبعتوا إلى كلمة الشيخ صالح أن الحوثيين الآن سنضيق الخلاق عليهم زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط وزيارة الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ولقاء زي الخارجية بالرئيس اليمني زي الخارجي الأمريكي والضغوطات العربية والخليجية على هذه الدول ستجعل الحوثي يضع نفسه في زاوية أما أن يتجه يجنح نحو السلم وبالتالي يتعاطى مع متطلبات الوطن ويسلم المؤسسات التي احتلها بطريقة غير شرعية إلى السلطات الشرعية فيها وأما أن يعاند يعاند سينال كثير من العقوبات ستنزل بعقوبات أتوقع القريب العاجل وسيصنف تصنيف يجعله من الصعب عليه أن يكون على قيد الحياة هذا الأمر يجب أن تفهموها بالتالي نحن على الأرض يجب أن نكون مستعدين هذه القوة قوة شرطة العسكرية ستسند إليها مهام داخل هذه المحافظة لكن في أهلها في وحدات عسكرية ممكن أن نقولها إلى موقع آخر لكي تساعد في التعزيل بهزيمة هذا هذا العدو الغاشب الحوثي أمور كثيرة أنتم سمعتم عن اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها من قبل المجلس الرئاسي وهذه اللجنة نحلق عليها آمال بأن تدرس وتقيم وتنزل إلى كل الوحدات العسكرية وبالتالي تعطي استنتاج علمي لكيف تنتشر هذه القوة أين تنتشر ما هو قوامها ما هو العدد المحتاجي إلا في كل محافظة وبالتالي سيتخذ المجلس قرارات هامة في هذا الخصوص اليوم لا مجال في التشكيك في بعضنا البعض لا مجال للتشكيك في بعضنا البعض عدونا واحد وهدفنا واحد وطننا واحد أيضا كل الناس إذا اقتربوا من هذا الهدف وعرفوا هذه الحقيقة سننجح نجاح غير عادي خسرنا كثير ولا نريد أن نخسر أكثر في المستقبل حتى قدرنا الدروس يجب أن يستفاد منها ونمضي نحو تلاحم نحو تعاون نحو ثقة في البعض وهذا هو الشيء المطلوب في هذه الظروف خامة الرئيس سيزور هذه المحافظة سيزور العديد من المحافظات المعرة وبالتالي فإنه وقوفه على الواقع وأيضا نحن سنرفع تقرير مفصل لنتائج زيارتنا لما لبسناه من إيجابي ولما لبسناه من صعوبات تواجهونها لا تنسوا أبدا أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجود هذه الشرعية وفي وجودنا كقادة وجودنا كضباط وجنود وصف ضباط شرعيين ولولا المملكة العربية السعودية وانطلاق على صفة الحزم من قبل الملك سلمان من العبد العزيز لما كان لهذا الجنود اليوم أن يستعرضوا لكنتم في بيوتكم ولجاب الحوثي هنا أطفال مغذيين من نظريات التي تمس إلى ديننا وتمس إلى أخلاقنا لذلك فإننا يجب أن لا ننسى أبدا طول العمر وطول الدهر أن المملكة كان لها الفضل الأول وأن دولة الإمارات العربية كحليف أساسي المملكة أيضا كان لها الدور والدور الكبير هنا نأخذ على سبيل المثال لالة الحصر في محافظة المهرب المملكة قدمت كل شيء ووضعتها لها في سبيل الارتقام البنية التحتية المدنية في سبيل دعم المسات العسكرية واليوم نرى مباني ونرى مشاريع المباني لجامعاته مشاريع للتربية والتعليم والصحة والطرقات والمطار أيضا كل ذلك تم بمساعدة المملكة العربية السعودية وأيضا الملبس والغذاء وبعض جزء كبير من السلاح من الوحدات العسكرية والتدريب والمشورة تمت من قبل المملكة العربية السعودية فبأي حال الناس بعضهم يستنكرون أرجو أن تفهموا هذا هذه الحقيقة وتميزوا تميزوا بين العدو وبين الصديق والصديق من يقف تحياتي لكم مرة أخرى أنا سأزوركم بإذن الله بإذن الله ستكون زيار القدوة عفخامة الرئيس وحتى ذلك الحين أطلب منكم أن تتخلصوا وبشكل النهائي من أي بؤر للتهريب من أي بؤر لتهريب السلاح للعذيين أو قطاع الغيار أو أي شيء آخر أو أي بؤر أو أي عصابات لتهريب المخدرات والممنوعات الأخرى لكم تجربة كبيرة ونجعة في هذا الجانب أريدها تكلل بنجاح يصل إلى مئة بالمئة تحياتي لكم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تفقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية البحسني قيادة اللواء مئة وسبعة وثلاثين مشاه التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وهنأهم بالنجاحات التي حققها اللواء مؤخرا وحضوره المشرف في تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار متجاوزا الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على الوطن مجددا اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية كافة من خلال العمل على تدليل الكثير من الصعوبات وتحسن أغضاع منتسبي المؤسستين حاثنياهم على الانضباط ورفع الجاهزية القتالية استعدادا لتنفيذ أي مهام عسكرية إلى ذلك عقد النائب البحسني اجتماعا بقيادة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة وبحضور وكيل أول المحافظة العميد مختار بن عويض الجعفري وأكد أن قوات الأمن هي العمود الأساسي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات مشيدا بدور الأمن والشرطة بمحافظة المهرة في الانضباط والروح المعنوية العالية وتنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية ونوه البحسني بالعلاقة التاريخية الوطيدة بين محافظتي المهرة وحضر موت في مختلف مناحي الحياة معلنا عن إنشاء لجنة أمنية مشتركة بين المحافظتين لتعزيز مستوى الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود نحو مكافحة الإرهاب والتهريب واستمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي صمودة إلى شرح حول سير عمل الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومستوى جاهزيتها لتنفيذ المهام وأكد الصعوبات التي تواجهها وأكد أنه سيرفع بالمتطلبات إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومتابعة بعض الاحتياجات مع وزارة الداخلية إلى ذلك التقى اللواء الركن البحسني قائد قوات التحالف العربي بمحافظة المهرة عقيد ركن بحري علي سعد الخالدي للإطلاع على التدخلات في دعم الأجهزة العسكرية والأمنية والجهود المبذولة لتطوير هذه الأجهزة إلى جانب ذلك تنفيذ البرنامج السعودي للتنمية والإعمار للكثير من المشاريع التنموية بالمحافظة وثمن النائب البحسني المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتوجهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والتي شملت النهوض بالبنية التحتية بمحافظة المهرة التي عانت كثيراً من خلال التدخل بإقامة مشاريع في قطاعات الطرقات والتربية والتعليم والمياه وكذا الصحة والتعليم الجامعي مؤكداً أن هذه التدخلات أسهمت إسهاماً كبيراً في تحسين الأوضاع في محافظة المهرة وفيما يخص المشاريع التي تموّلها السعودية دعماً لأشقائها اليمنيين اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني على سير الأعمال الإنشائية الجهرية في مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية بمديرية الغيظة الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن واستمع النائب البحسني من وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار بن عويض الجعفري إلى شرح حول سير الأعمال الجارية في المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بمليون متر مربع لبناء مشاريع طبية وتعليمية ويضم بناء مستشفى في المرحلة الأولى بسعة سريرية تبلغ 110 سرير إضافة إلى غرف العمليات الكبرى وعمليات القلب والعناية المركزة والمشددة وغرف الحضانة وقسم الأشعة ومحبط الطائرات المروحية لعمليات الإخلاء الطبي وكذا غرف العيادات المتنوعة في تخصصات الباطنية والأسنان والأطفال وغيرها أيضا زار عضو مجلس القيادة الرئاسي كورنيش محيفيف بمديرية الغيظة في محافظة المهرة برفقة وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار بنعويض الجعفري متعرفا على الأضرار التي خلفها إعصار لوبان في كورنيش محيفيف الذي اجتاح محافظة المهرة في أكتوبر من العام 2018 والجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة في عملية التأهيل وأكد البحسني على الاهتمام بنظافة الكورنيش واستغلال المساحات في التشجير بما يمكن المواطنين من قضاء أوقات ممتعة برفقة عائلاتهم في أثناء العطل الرسمية والإجازات وفي طريقه إلى المكلة اطلع النائب البحسني على سير الحركة الملاحية بمينان شطون وآلية العمل في التصدير والاستيراد للبضائع وغيرها والصعوبات التي تواجه سير آداء الميناء وأوجه باعتماد صيانة الزورق البحرية وكذا صيانة خمسة زوارق صغيرة تابعة لقوات خفر السواحل بالمهرة واعتماد ظل لبوابة ميناء نشطون مؤكداً اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بالمنافذ البحرية والبرية والجوية كافة والعمل على تحسين أوضاعها والارتقاء بمستوى الخدمات فيها زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى محافظة المهرة عكست صورة إيجابية وجددت العلاقات التاريخية بين المحافظتين المتجاورتين كما أن هذه الزيارة حظيت بترحيب واسع من قبل أبناء محافظة المهرة الذين عبروا عن سعادتهم البالغة لمثل هذه الزيارات وأملهم بأن يرفع النائب البحسني مطالبهم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ترجمة نانسي قنقر